وللمرة الأولى منذ عام 1973 أطلقت إسرائيل طلقات تحذيرية باتجاه سوريا الجيش الإسرائيلي قال أن قواته أطلقت أعيرة تحذيرية بعد سقوط قذيفة مورتر على أطراف مستوطنة ألوني هابشان في هضبة الجولان السوري المحتلة خلال مواجهات تدور بين الجيش السوري والجيش الحر مسؤول في الجيش الإسرائيلي قال أن القذيفة سقطت بالخضاء ولم تسفر عن خسائر أو أضرار شكرا